أسر سربيا واحدة من المفاجآت اللي كانت متوقعة في البطولة وبالتالي كاميروني لما تلعب عليها مباراة كبيرة النهاردة وتتأخر بفارق هدفين في الشوت الثاني 3 واحد وتقدر تتعادل معها دي نتيجة كبيرة أكيد لمنتخب الكاميروني نتيجة كبيرة جدا يا كريم ونتيجة محترمة جدا لمنتخب الكاميروني في الحقيقة كان فيه غرائب النهاردة من إدارة فنية لسربيا كنت تتكلمنا وهي ما قبل الهوى أنه أولا منتخب كاميروني يعمل حاجة عظيمة جدا أنه سجل هدف من ضربة حرة أو من رأس وصاد أطول فريق أو المعدل الأعلى للأطول في كاس العالم تعرف المتخب السربي أطول فريق بنسبة متر و 78 سوري 87 سنتي أطول فريق فأنت ما تسجل هدف من ضربة حرة أو سوري من روكني أو من سات بيس حاجة صعبة جدا في الكورة اللي حصل بعد كده طبعا ردت فعل فرق قوة السكواد أو فرق قوة المجموعة بسربيا ردت رد قوي جدا بالتعادل ثم تأميني نتيجة بالتاني ثم الثالث الغريب جدا أنا جاي بتلاتة واحد أنا أحب جدا جدا يا كريم وأنت عارف كده المدرب الجريء واللي ما يأمنش نتيجة لكن في نفس الوقت لازم أكون محرك لعبتي وموظفة في ملعب صح أنا تلاتة واحد عايز أجيب الرابع عايز أعمل اكتساح عايز أضمن الفوز أكتر واكتر ليفيش مشكلة بس ليه أنا ضاغط فوق قوي كاني متأخر في النتيجة وموقف خط ظهري كله على خط واحد بالتالي بمنتهى البساطة منتخب الكاميروني اللي كان يكاد يظهر للبعض أنه فقد الأمل في المنافسة كمان في حاجة تانية سريعا كده بين الشتين أو يعني كنت سامع زمانينا المحللين كانوا بيهجوم هجوم قصي جدا على رجبير صونج وإنه مش الراجل المناسب وإنه الاتحاد الكاميروني يخد خطوة جريئة جدا وفيها محاباة لصديق إطو رجبير صونج إنه يمسك في مارس الماضي مكان توني كونسيساو وإنه ليه الراجل مقدمش جديد وكل مطشط الوديه فعلا هو خسر تلاتة والتعادل تلاتة مقدمش أي حاجة جديدة يعني المنتخب كمان لكن الحقيقة لازم حقيقة على حاجة واحدة التغيير دايما يا كريم في الإدارة الفنية في الطايمينج أنا خسران تلاتة واحد فقطت تقريبا أو نسبيا الفرصة من العودة المباراة اختاروا أن ينزل فينست أبو بكر نزول اللاعب ده والتوقيت بحي على رجبير صونج لإنه غير المباراة تماما أول لعب أفريقي ينزل كبديل يسجل ويصنع بالتالي نرجع تاني خطة الكلامكم المكلم عليه سريعا يا كريم على سربيا الوقوف على خط واحد وأنا كاسبان تلاتة ومتقدم جدا كان سهل جدا على كاستليتور يسجل الهدف الأولاني يطلع بالكورة ويعمل أسستل فينسنت عجبني زكاء فينسنت في أنه حس أن الكورة ممكن يكون فيها شاك أوف سايد فكان هادي جدا جدا حتى كنت تتكلم عن مهمة في الفينيش عمل واحدة من أحلى الأهداف في كاس العالم أعتقد ممكن كمان في الجولة دي بأحلى هدف تشيب باص بهدوء جامد جدا عمل من فوق الحارس وبالتالي الهدف الثاني بعده نفس القصة بنفس الكربونا يا كريم نفس الفكرة أنا كسبان ثلاثة اتنين طب خلاص أرجع أقف صح عشان جبت الرابع جبته ما جبتوش أأمن على الأقل أن أنا مخسرش أو ما تعدلش بقفين على خط واحد بيتضرب نفس الكلام بكورة طويلة حتى مش تحضير ما تعيبش فيها المنتخب الكاميروني عمل الكورة الأرضية السريعة للونج باص بتوصل لأبو باك بيعمل بيشوف شوب موتينج قاطع على العرضة الثانية على العرضة البعيدة بالتالي بيسجله هدف تالت تعادل مهم جدا تحيّل الكاميرون أنه مش دي أفضل نسخة مش ده جيل ألفين واثنين كسروا كمان لأول مرة عرقبة غسية كتيرة كان سجلوهم في المشاركات في كاس العالم تمن هزائي متتالية لأول مرة بيكسروها بتعادل بيكسروا سجل الهزائي موقف بيحيّل لوجبيل سونج رغم طبعا الصورة السائلة اللي كان مقدمها لنا موقف كمان من لوجبيل سونج فكرة استبعاد أونانا من كاس العالم ده موقف جريء جدا نحن كمان معانا البيان الرسمي المتحد كريم نحن نعرضه نحن لسه قائمين للغاية